حيث أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة للتصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الثماني والاربعين ساعة الماضية على إثر اختحام أقوات الإسرائيلية للمسجد الأخصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين ومثال ذلك أيضا من الإطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة مع السمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة هذا وقد طلب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح محدرا من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إذا ما استمرت موجة العنف الحالية